اهلا وسهلا بكم اصدقائي يوم جديد تحديات جديدة اكيد لازم نذكركم ان اليوم فرصتكم الاخيرة لتكتبوا اتصالاتكم وتشاركوني كل اجاباتكم ليكون عندكم فرصة تدخلوا معنا السحب نهاري الخميس وتكونوا نجوم الاسبوع من بين الربحين اصدقائي هديتنا هاد الاسبوع مقدمة من تلفزيون الفجيرة وهي هاتف هواوي نوبا ثري اي فكروا كتير منيح وتصلوا علينا لحتى تكونوا انتو الربحين ونجوم الاسبوع رح نشوف رينبو شو مخبي ونقول ابدأ يا رينبو رينبو ستوب رينبو اصدقائي وافرد اللون البنفسجي وهاللون بيقول حيوان شكله الخارجي يكاد يشبه التمساح شوكي الذيل يعيش في الصحراء والبراري يصل طوله الى 85 سنتيمتر ويعتمد في غذاءه وشرابه على النباتات فهو لا يشرب الماء الا نادرا يؤكد البعض ان هناك فائدة من اكله ومن دمه ما هو الحيوان الذي يشبه التمساح في شكله ويعيش في الصحراء والبراري رح كرر عليكم اصدقائي سؤالنا بيقول حيوان شكله الخارجي يكاد يشبه التمساح شوكي الذيل يعيش في الصحراء والبراري يصل طوله الى 85 سنتيمتر ويعتمد في غذاءه وشرابه على النبات فهو لا يشرب الماء الا نادرا ويؤكد البعض ان هناك فائدة من اكله ومن دمه ما هو الحيوان الذي يشبه التمساح في شكله ويعيش في الصحراء والبراري رح ناخد اول اتصال ونقول الو الو اهلا عليا كيفك اهلين الحمد الله الحمد الله خبريني عرفتي الجواب هاي نعم شو الظب مش بتي من قبل ولا بسك تعرفي بالشكل صور او كذا الصور اوكي طيب عليا في حد رح يشارك لا شكرا لك يا صديقتي اصدقائي عليا كانت اول مشاركين معنا لليوم وكانت اجابة الظب يا ترى صح او خطأ اكيد رح نعرف بنهاية الوقت لكن هلأ رح ناخد اتصال والالوح مصطفى اهلا وسهلا كيفك الحمد الله اكيد الحمد الله انا تمام خبرني صديقي شو الجواب الضب ومتأكد متأكد شكرا لك مصطفى عليا ومصطفى كانوا متفقين وقالونا ان الجواب الضب يا ترى صح او خطأ فكروا كتير منيش يا اصدقائي رح ارجع كرر عليكم سؤالنا كان بيقول حيوان شكله الخارجي يكاد يشبه التمساح شوكي ذي ليعيش في الصحراء والبراري يصل طوله الى 85 سنتيمتر ويعتمد في غذاءه وشرابه على النبات فهو لا يشرب الماء الا نادرا ويؤكد البعض ان هناك فائدة من اكله ومن دمه يا ترى يا اصدقائي شو اسم هذا الحيوان اللي بيعيش بالبراري وبيشبه التمساح وكتير من الناس بيعتقدوا انه اكله ودماؤه فيها كتير فائدة ممكن رح ناخد اتصال ونقول الو الو مرحبا مين معي حبيب اهلا وسهلا حبيب كيفك تمام الحمد الله خبرني يا صديقي عرفت الجواب نعم شو شكرا لك حبيب كمان حبيبي اصدقائي بيتفق مع مصطفى وعليا وقال انه جواب الضب يا ترى هالجواب صح او خطأ لازم نستنى لنهاية الوقت حليمة وفاطمة افنان بيان ليان وليليان ومين كمان حمزة لينا وفرح رناد ريتاج ريماس جانا ومين كمان ان شاء الله ما كوني نسيت حدا لا في حدا من عائلة ريناد انا نسيت اسمه اوكي اسمه بالاحرة هي بنت اوكي فكروا كتير منيح اصدقائي واتصلوا فيي ذكروني هيك بحالكم نقولولي نحنا موجودين نحنا عم نتابعك فكروا كتير منيح وكتفوا اتصالاتكم لحتى يكون عندكم فرصة اكبر تقدر تدخلوا السحب وتكون جمل اسبوع من بين الرابحين كمان هلأ تذكرت صديقتي نادا نادا من الاصدقاء المجتهدين جدا واللي كانوا يشاركونا اعتقد الاسبوع الماضي شاركتنا اخر ماريا نادا انا ورينبو عم نستناكي نسمع صوتك اكيد نتطمن عليكي وتخبرينه شو الاجابات لحتى يكون عندك فرصة تكوني نجمة الاسبوع انتو كمان اصدقائي واعزائي المشاهدين تقدروا تفكروا كتير منيح تسألوا الموجودين معكم تسألوا جوجل شو هو الحيوان اللي بيشبه التمساح وبيعيش بالبراري اتصال جديد منقول الو الو مرحبا مين معي فرح اهلا وصهلا كيفك فرح الحمد الله الحمد الله خبريني شو الجواب الضب اهام طيب حدا ساعدك لا اوكي شفتيش شي مرة من قبل للضب ولا لا لا ولا مرة ولا بحديقة الحيوانات اوكي 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 شكرا لك فرح وانا عم بستنح هم زولينا يصحوا ويشاركونا فكروا كتير منيح يا اصدقائي كمان فرح اتفقت مع بعي الاصدقاء اللي شاركونا وقالت انه الجواب هو الضب ما بعرف اذا فيه كتير خيارات اصلا ممكن تخليكم تحتاروا لكن هو بيشبه التمساح يعيش بالبراري طوله تقريبا خمسة وثمين سنتمتر فكروا هيك شوي حاولوا ركبوا هاي المعلومات على بعضها شوفوا مثلا من الحيوان اللي بتنطبق عليه هاي المعلومات ممكن يكون الاجابة الصحيحة الاصدقاء اقترحوا انه ممكن يكون الضبط ان شاء الله يكون صحيح اتصال جديد ومنقول الو مرحبا مين معي لينا لينا اهلا وسهلا صح النوم خبريني كيفك الحمد الله الحمد الله عرفتي الجواب اه شو الضبع الضبع ولا الضب بعين ولا بدون عين شو بصرح بصرح فرح سعديها ضب والله ضبع عين ولا بدون عين بدون عين احلب العين اوكي انا رح ااخد ايجابتك ان شاء الله تكون صحيحة على فكرة فرح قلط الضب انتي قلت الضبع شان هيك عم قلك شكله بدون عين احسن شكرا لك لينا ان شاء الله تكون ايجابتك صحيحة يا صديقتي كل الاصدقاء اتفقوا انه جواب الضب لكن لينا حابة تزد لنا حرف العين وتقلنا الضبع ما بعرف الضبع بشبه التمساح ممكن فكروا كتير منيح اصدقائي وكذفوا اتصالاتكم شاركوني ايجاباتكم للأسف بدأ العد التنازل الخاص بهذا السؤال 4 3 2 وانتهى الوقت يا اصدقائي سؤالنا كان بيقول ما هو الحيوان الذي يشبه التمساح في شكله ويعيش في الصحية والبراري والجواب يلينا الضب ضب بدون عين شكرا لمشاركاتكم اصدقائي اجاباتكم كانت صحيحة رح نشوف رينبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا رينبو رينبو اصدقائي وقف عند اللون الاصفر وهاللون بيقول هو مخترع وفيزيائي وفيلسوف وشاعر اندلسي واول من اخترق الجو من البشر واول من فكر في الطيران فقد كسى نفسه بالريش ومد له جناحين طارة بهما في الجو مسافة بعيدة ثم سقط فتأذى في ظهره لانه لم يعمل لهم ذيلا من هو المخترع العربي الذي يعد الاول بمحاولته للطيران في العالم رح كرير عليكم اصدقائي سؤالنا بيقول هو مخترع وفيزيائي وفيلسوف وشاعر واندلسي واول من اخترق الجو من البشر واول من فكر في الطيران فقد كسى نفسه بالريش ومد له جناحين طارة بهما في الجو مسافة بعيدة ثم سقط فتأذى في ظهره لانه لم يعمل له ذيلا من هو المخترع العربي الذي يعد الاول بمحاولته للطيران في العالم؟ وينك يا حليمة انت اختصاصك للمخترعين؟ رح ناخد اول اتصال ونقول ألو ألو فرح صح اهلا وسهلا من الجديد خبرين شو الجواب؟ أعباس من فرناس أكيد أكيد مساعدة ولا بدون؟ يعني يعني اوكي المهم تكون يعرفتي المعلومة وتظلك حافظتيا لينا رح تشارك؟ اه اوكي حافظة بسألي لا الاسم صح اهلا اهلا لينا خبريني شو الجواب؟ عباس من فرناس صح صح اوكي شكرا لك لينا اتصال جديد ونقول ألو 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 نقطع الاتصال صديقي او صديقتي اللي كنتو عم تحاولوا تشاركونا فكروا كتير من يحوكت في اتصالاتكن شاركوني كل إجاباتكم ورجعوا حاولوا كمان مرة تتصلوا فينا مين يا ترى غير لينا وفرح رح يعرفوا الجواب فكروا هيك هذا الانسان اللي قرر انه يطير شو كان عم يفكر او شو كان عم يخطر بباله يمكن كان قاعد هيك بالبيت وشاف عصفور فقال ليش نحنا البشر ما منقدر نطير مثلهم خليني حاول حاول يركب أجنحة بس نسي ركب ديل لهيك وقع خبروني من هو هذا الشخص اللي حاول الأول للبشر اللي حاولوا انه يخترقوا الجو ورح ناخد اتصاله ونقول ألو 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 عليا أهلا وسهلا خبريني عرفتي الجواب هيا نعم مين عباس بن فرنان مساعدة ولا بلو مساعدة جو مساعدة شكرا لك صديقتي ان شاء الله تكون إيجابتك صحيحة فكروا كتير من يحيي أصدقائي وكتبوا اتصالاتكن على فكرة الأصدقاء اللي عايشين بإمارة الشارق أوزار ومن قبل متحف المحطة اللي هو أول مطار كان بالإمارات في هيك قسم للأشياء اللي بتخص الطيران ففي مثل تمثال لهذا الشخص بيخبروكم عن محاولته بالطيران وبيبدأوا من عندوله الوصول الإنسان لاختراع الطيارة اليوم فهذا الطيارة اللي بنقدر نركابة بتحمل كتير ركاب وتسافر فينا من أقصى بقاع الأرض من أقصى جنوب الأقصى الشمال فكروا كتير من يحيي أصدقائي اتصالات جديدة أهلاً مصطفى أهلاً خبرني عرفت الجواب أحبت أحد ساعدك أكيد جوجل شكراً لك مصطفى رح أخذ إجابتك ومشكلة أصدقاء إذا في حد ساعدكم أهم شي تكونوا متأكدين من المعلومة وتحفظوها وتخلوها ببالكم لأنه أكيد الهدف الرئيسي من ريمبو أنه يعطيكم المعلومات والفائدة والمعلومات اللي ما ترجعوا وتنسوها فكروا كتير منيح وكثفوا اتصالاتكم كتير مهم نعرف من أول البشر اللي حاول أنه يطير وخصوصاً أنه هذا الشخص عربي فيمكن فخر لألنا كمان فكروا كتير منيح وحاولوا تذكروا الاسم وحاولوا توصلوا لجواب الصحيح راح أذكركم أصدقائي تكثفوا اتصالاتكم لتوصلوا معنا لنهار الخميس تكونوا نجوم الأسبوع وتربحوا هاتف هواوي نوفو 3i فكروا أصدقائي وكثفوا اتصالاتكم واسألوا الموجودين معكم اسألوا جوجل كمامة معامل مصطفى وخبروني شو الجواب لحد هلأ كل الإجابات كانت عباس بن فرناس فكروا ممكن يكون هذا الجواب صحيح ممكن إذا عندكم مثلاً اقتراحات ثانية بس هو متعارف عليه تاريخياً اسمه واحد شخص واحد وأول شخص من البشر حاول يخترق الجو ويجرب تجربة الطيران ويجرب أنه نحن كبشر كيف ممكن أن تصير فكروا كتير مني يا أصدقائي وخبروني كل إجاباتكم حليمة وينك حليمة لازم تشاركنا بكل أسماء المخترعين هاي البنت ما شاء الله عليها عندها قاموس بأسماء كل المخترعين كل الناس اللي عملت أي شي بالحياة وسجلت بالتاريخ ودخل اسمهم بالتاريخ حليمة أكيد أكيد تعرفون ومتأكدة منهم على فكرة فكروا كتير منيحة أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم أنا ورينبو عم نستنى مشاركاتكم معنا لحتى تخبروني من هو المخترع العربي الذي يعد الأول بمحاولته للطيران في العالم فكروا يا أصدقائي هذا المخترع عربي أندلسي معنى اتصال ولا ما معنى معنى اتصال منقول ألو 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 شكله أطع الاتصال كمان صديقتي أو صديقتي اللي كنتوا عم تحاولوا تتواصلوا معنا أنا ورينبو عم نستنى مشاركاتكم لا تخلوا رينبو يتحداكم أبدا المعلومة كتير سهلة وبسيطة إذا سألتوها لجوجل أكيد رح يخبركم الجواب الصحيح وكمان يعطيكم كتير من المعلومات عن هذا الشخص ليش فشلت محاولته بالطيران ليش وقع من ارتفاعي كتير عالي وتأزى للأسف بدأ العدد التنازل الخاص بهذا السؤال يا أصدقائي وانتهى الوقت سؤالنا كان بيقول من هو المخترع العربي الذي يعد الأول بمحاولته للطيران في العالم وجواب أكيد صح عباس بن فرناس مبروك لكل اللي شاركونا أنا ورينبو لسا مخبين معلومات بس بعد البريك ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا لليوم رح أذكركم تكتفوا اتصالاتكم ليكون عندكم فرصة أكبر تقدروا تكونوا نجوم الأسبوع رح نعرف رينبو شو نخبه ونقول ابدأ يا رينبو رينبو استقائي وقف عند اللون البنفسجي وهاللون بيقول هو وقود كان يستخدم كمصدر للطاقة الحرارية كالتدفئة ووقود للقطارات يتكون أساسا من الكربون يكون في الطبيعة إما على شكل صخر أسود أو بني قابل للإشتعال وهو أحد أكبر مصادر انبعثات غاز ثاني أكسيد الكربون ماذا كان مصدر الرئيسي للطاقة في البلدان الصناعية سابقا رح ناخد أول اتصال ونقول ألو ألو أهلا مصطفى أهلا خبرني يا صديقي شو الجواب الفحم أكيد أكيد شكرا إلك مصطفى إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة أصدقائي مصطفى بيقول أنه الجواب هو الفحم هو كان المصدر الأساسي للطاقة في البلدان الصناعية سابقا يا ترى جواب مصطفى صح أو خطأ يا أصدقائي فكره كتير منيح لحتى نقدر نوصل أنا وإياكم للجواب الصحيح ونعرف شو كان مصدر الطاقة سابقا في البلدان الصناعية مصطفى بيقول الفحم يا ترى صح أو خطأ على فكرة في معلومة كتير رح تساعدكم أنه كان يستخدم وقود للقطارات يمكن لو تذكرنا شوي أفلام زمان أكيد كتير مصورين مشاهد كيف عم بيمشوا القطارات والسفن قديما رح ناخد اتصال ونقول ألو ألو أهلاً عليا أهلاً خبريني هارفتي الجواب هاي شو الفحم متأكدة طيب هاي نعم نفكدة فيك تخبريني شو أكتر معلومة خليتك تعرفي أنه الفحم والله صعب صعب أوكي شكراً إليك علي إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة صديقتي أنا رح كرر عليكم معلومات ركز وكتير منيح من شان تعرفوا شو هو المعلومة اللي كانت مفتاح لحتى تخبركن الجواب هو وقود كان يستخدم كمصدر للطاقة الحرارية كالتدفئة ووقود للقطارات يتكون من الكاربون ويكون في الطبيعة إما على شكل صخر أسود أو قلني قابل للاشتعال وهو أحد أكبر مصادر انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكاربون رح ناخد اتصال ونقول ألو ألو فرح صح أهلا وصحلة من الجديد خبريني شو الجواب لاحب حد ساعدك يعني طب يعني هاي بتضمن جوجل ولا بتضمن البابا والماما لا الجوجل أوكي طيب شكرا للجوجل وشكرا لك فرح في حد رح يشارك آآ لينا أوكي يلا لينا الجواب كتير سهل ألو ألو خبريني شو الفحم عم تسأليني ولا أنت عم تخبريني عم تخبريني أوكي نقطع الاتصال مع لينا شكرا لك لينا كمان لينا بتقول أنه جواب هو الفحم لينا بتوقع من أصغر الأصدقاء اللي بشاركوا معنا فرافع عليك لينا أنك دايما هيك فيك حماس تشاركينا اتصال جديد ونقول ألو ألو أهلا حبيب خبرني صديقي شو الجواب صحا ومتأكد صح نعم شكرا لك حبيب إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة فاكروا كتير منيح يا أصدقائي بتوقع كل اللي عم بشاركونا اليوم ربحوا معنا من قبل وكانوا بيوم نجوم الأسبوع أوكي ما في اتصال سأرجو أخبركم أغلب اللي شاركونا اليوم ربحوا معنا من قبل وكانوا نجوم الأسبوع وبتوقع مصطفى كان آخر الرابحين معنا مو بتوقع أنا متأكدة كان آخر نجوم الأسبوع معنا فرح ربحته لينا وحبيب عليا لسه ما ربحت إن شاء الله يا عليا تكوني أنت نجمة الأسبوع القادمة وأنا ورينبو نتعرف عليك ونشوفك هون معنا بالستوديو حليمة وفاطمة ربحوا كمان كمان حليمة وفاطمة ربحوا فكروا كتير منيح يا أصدقائي أنا ورينبو نكون كتير مبسوطين بأي شخص بيربح فيكم لأنه ربح ولأنه كمان منشوفوا متعرف عليه وبيكون معنا هون أنا كتير بنبسط وجودكم معي بالستوديو فكروا كتير منيح وكتبوا اتصال لكم لتكونوا نجوم الأسبوع ونتعرف عليكم أصدقائي هو وقود كان يستخدم كمصدر للطاقة الحرارية كالتدفئة ووقود للقطارات يتكون أساسا من الكربون ويكون في الطبيعة أنه على شكل صخر أسود أو بني قابل للاشتعال وهو أكبر مصادر انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون يا ترى شو اسمه هذا الوقود اللي كان يستخدم قديما أو كان هو المصدر الرئيسي للطاقة في المدن أو البلدان الصناعية في العالم فكروا كتير منيح أصدقائي كل الأصدقائي اللي شاركونا لحد هلأ كانت إجاباتهم الفحم إن شاء الله تكون هاي الإجابات صحيحة ما خبروني إذا أنتو كمان عندكم إجابات ثاني أو بتأيدوا باقي الأصدقاء بتقولوا كمان الفحم أنا ورينبول الساعة منستنى اتصالاتكم باقي معنا شوية وقت حاولوا هيك بسرعة بسرعة تذكروا تسألوا الموجودين معكم سألوا جوجل كمان ممكن يعطوكم جواب صحيح أكتش يلا يا أصدقائي باقي معنا شوية وقت فكروا كتير منيح لحتى تكونوا نجوم الأسبوع من بين الرابحين ماذا كان المصدر الرئيسي للطاقة في البلدان الصناعية سابقا فكروا أصدقائي اللي شاركوني لحد هلا كانت إجاباتهم الفحم فكروا شاركوني ليكون عندكم فرصة تربحوا تلفون هواوي نوفر 3i مقدم من تلفزيون الفجيرة للأسف بدأ العد التنازل الخاص بهذا السؤال يا أصدقائي وانتهى الوقت سؤالنا كان بيقول ماذا كان المصدر الرئيسي للطاقة في البلدان الصناعية سابقا من أكيد صح الفحم كان كمان وقود للقطارات ألف مبروك للي شاركونا رح نعرف رينبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا رينبو رينبو ستوب رينبو أصدقائي وأفعد اللون الأزرق وهاللون بيقول هي جزء من مكونات الدم في جسم الإنسان وهي عبارة عن خلايا على شكل كريات مقعرة تحوي بداخلها مادة الهيموغلوبين التي تعطي الدم لونه الأحمر مهمتها نقل الأكسجين من الرئتين إلى الأنسجة ونقل ثاني أكسيد الكربون من الأنسجة إلى الرئتين ما هي الخلايا المسؤولة عن نقل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بين الرئتين والأنسجة سنأخذ أول اتصال نقول ألو 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 أهلاً عاليا مرحباً خير يسعد مساكي يا صديقتي خبريني قدرت تعرفي الجواب؟ هيا نعم ماذا؟ كرات الدم الحمراء شكلك بتحبي مادة العلوم؟ لا أحب أكسر العربي حلو كثير برافو عليك يا عاليا شكراً لمشاركتك معنا بتخيل اللي يمكن هلأ صاروا كثير إقلاء للناس اللي عندوا الميول للغة العربية بس أنا صراحة من المشجعين هاب الميول ومن المشجعين محبي هاي اللغة لأنه ما في أجمل من لغتنا ولا أعمق منا ولا أوسع منا فاكروا كثير من أصدقائي رح نرجع للسؤال اللي بيقول ما هي الخلايا المسؤولة عن نقل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بين الرئتين والأنسجة اتصال جديد ومنقول ألو 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 فرح يا فرح شو الجواب شكراً تبدم الحمراء أوكي طيب أنت بتحبي العلوم ولا بتحبي مادة ثانية أكين أحب العلوم برافو عليك يا فرح لينا رح تشارك أه أوكي ألو ألو أهلاً أهلاً صديقتي لينا زكريني قديك عن عمرك خمسة خمسة ألا في حدا بشارك ماما أصغر منك عمرها ثلاث سنين مو مشكلة أنت كمان من هيك جماعتك كثير صغار خبريني شو الجواب ألو 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 مرحباً خالد كيفك؟ الحمد لله خبرني يا صديقي ما هو الجواب؟ قرية عند من الحمراء متأكدة 100% يا سلام شكراً إليك صديقي إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة خالد بي لكم إن هو متأكد من الجواب مية بالمية وفرح ولينا كمان وعليا شاركونا وقالوا لنا أن الجواب كريات الدم الحمراء إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة أصدقائي فتكروا كتير منيح سأرجع أكرر عليكم شوية معلومات كان مخبيها ريمبو بتقول هي جزء من مكونات الدم في جسم الإنسان وهي عبارة عن خلايا على شكل كريات مقعرة تحوي بداخلها مادة الهيموغلوبين التي تعطي الدم لونه الأحمر مهمتها نقل الأكسجين من الرئتين إلى الأنسجة ونقل ثاني أكسيد الكربون من الأنسجة إلى الرئتين اتصال جديد من قول ألو ألو مصطفى أهلا وسهلا فيك خبرني كيفك مع العلوم أوكي ولا لا غالي ماشي الحال ماشي الحال أوكي طيب شو الجواب كريات الدم الحمراء شكراً إليك صديقي مصطفى ماشي حاله مع العلوم وقدر يعطيني جواب أنتو كمان أصدقائي أكيد إذا كنتو شاطرين بالعلوم رح تقدر تعطوني الجواب وإذا كان ماشي حالكن مثل مصطفى كمان رح تقدر تعطيني جواب إن شاء الله تتفقوا مع باقي الأصدقاء وكلكن هيك تكون إجراتكن صحيحة فكروا كتير مني أصدقائي وكذفوا اتصالاتكن لحتى تكونوا نجوم الأسبوع من بين الرابحين اتصال جديد من قول ألو ألو أهلا وسهلا حبيب كيفك مع العلوم تمام تمام أوكي شو الجواب كريات الدم الحمراء شكراً إليك صديقي كمان حبيب بيقلكون كريات الدم الحمراء فكروا كتير منيح يا أصدقائي وهيك إذا عندكم كتير احتمالات أو كتير خيارات محتارين فيكن تطلب المساعدة من الموجودين معكن أو حتى من جوجل حتى يأكد لكم معلوماتكم ويخبركم أكتر شو الجواب الصحيح وكتير مهم نعرف هاي المعلومات الموجودة أصلاً بجسمنا كتير مهم يكون عنا هاي الثقافة العامة ونعرف ما هي الخلايا المسؤولة عن نقل الأكسجين وثاني أكسجين الكربون بين الرئتين والأنسجة فكروا كتير منيح يا أصدقائي مين السيطرة من الأصدقاء راح يقدر يوصل للجواب الصحيح يلا أصدقائي بقى معنا شوية وقت تذكروا أن كلما كتفتوا اتصالاتكم أكتر كلما كان عندكم فرصة أكبر تقدروا تدخلوا معنا السحب بعد بكرة نهار الخميس لا تكونوا نجوم الأسبوع من بين الرابحين وتقدروا تحصلوا كمان على هاتف هواوي نوفر ثري آي مقدم من قناة الفجيرة ومو بس هيك تكونوا موجودين معي هوم بالستوديو لحتى أنا وياكم نعرف مين نجم في الأسبوع القادم فكروا كتير منيح يا أصدقائي بدي أذكركم أنه نجم هذا الأسبوع هو صديقنا مصطفى اللي ربح كومبيوتر ماك برو من اليوم راح يستغل الفرصة أكتر ويشاركنا أكتر للأسف يا أصدقائي بدأ العد التنازل الخاص بهذا السؤال وانتهى الوقت أصدقائي سؤالنا كان بيقول ما هي الخلايا المسؤولة عن نقل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بين الرئتين والأنسجة أكيد صح كريات الدم الحمراء مبروك للي شاركونا رينبو لسا مخبي معلومة واحدة بس بعد البريك ورجعنا لكم أصدقائي لنكمل الجزء الأخير من حلقتنا رح نعرف رينبو شو مخبي ونقول ابدأ يا رينبو رينبو ستوب رينبو أصدقائي وقف عند اللون البنفسجي وهاللون بيقول هو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وثاني أكبر كوكب في النظام الشمسي يتميز عن غيره من الكواكب بالحلقات التي تلفه كما أن له 18 قمر يدور حوله مدة اليوم في هذا الكوكب هو 11 ساعة فقط أما السنة فتساوي 29 سنة ونصف من سنوات الأرض ما هو الكوكب الذي يتميز بعدد الحلقات حوله وله 18 قمر رح ناخد أول اتصال ونقول أهلا مصطفى أهلا مصطفى أخبرني شو الجواب كوكب دوحل أكيد أكيد شكرا لك صديقي يعني أصدقائي بتتخيلوا حالكم تعيشوا على كوكب مدة السنة فيه بتساوي 29 سنة ونصف من السنوات اللي نحنا منعيش على كوكب الأرض ومدة اليوم 11 ساعة مش 24 ساعة بتوقع يعني فيه شوية توازن بالمعايير لانه نحنا عنا 24 ساعة و365 يوم السنة هني عندهم 11 ساعة والسنة 29 سنة يعني شوي بتختلف المعايير فكروا كتير منيح يا أصدقائي بس الميز الحلو إنه عندكم 18 قمر نحنا عنا قمر واحد فكروا أصدقائي رح ناخد اتصال ونقول ألو أهلا معاليا أهلا خبريني أول شي عندك استعداد تتركي كوكب الأرض تروحي كوكب تاني لا طبعا حتى لو كان فيه ناس يعني حتى لو كان فيه ناس حيات على الكواكب التاني لا لا أقدر أهلا طيب عزك كوكب الأرض ها بعز علينا كوكب الأرض طبعا طيب عليا شو الجواب كوكب زحر شكرين إليك صديقتي والله يا عليا أنا بتخيل يمكن لو ضل الإنسان عم يأزي البيئة كل هيك وعم نأزي الكوكب كل هيك رح يوصل اليوم هي الأرض أصلا هيك تشيلنا مننا وتزدنا على كوكب تاني رح ناخذ اتصال جديد من قول ألو ألو فرح أهلا خبريني فرح أنت عندك الاستعداد تتركي الأرض وتعيشي على كوكب تاني لا طبعا كمان لا ولا زحل ولا عطارد ولا زهرة أوكي طيب خبريني عرفتي الجواب كوكب زحر أكيد أكيد طيب لينا رح تشارك أهلا بتوقع لينا ما عندها مشكلة تروح كوكب تاني أهلا أهلا لينا لينا خبريني فيك تتركي كوكب الأرض ولا لا لا كمان لا بدك تضلك مع فرح طب جربي يمكن مثلا بالمشتري تلاقي أشياء أحلى لا أريد أختي طيب أوكي بدي أختي ما بدأ أهلا بدي أختي طيب لينا شو الجواب قص قزح قص قزح لا مو قص قزح شو اسمك كوكب كوكب زحل صح أصدق زحل أهلا شكرا لك يا صديقتي الحلوة المجتهدي لينا اللي عم تحاول أد ما تقدر تعطينا إجابات صحيحة إن شاء الله تكون إجاباتك صحيحة هلا أنا بتخيل ممكن أترك كوكب الأرض يعني أحب أكتشف كوكب تاني بس يعني يكون شوي مضمون إنه نقدر نعيش يكون في على الأقل أكسوجين نقدر نلاقي أكل شرب ناس كمان أكيد لازم يكون في ناس بهي الكواكب ومؤخرا على فكرة بلشوا يكتشفوا إنه أو بلشوا يشكوا إنه في حياة على كوكب المريخ ممكن فكروا كتير مني أصدقائي وشاركوني إجاباتكم خبروني إذا عندكم استعداد تتركوا كوكب الأرض تروحوا كواكب تاني تعيشوا مثلا على المريخ أو زحل المشتري عطارد إذا عشتوا إذا عشتوا كوكب اللي نحنا عم نسأل عنه عندكم السنة بـ 29 سنة وعندكم اليوم يخلص بـ 11 ساعة بس يخلص كتير بسرعة يعني إذا تكون تشتغلوا مثلا 8 ساعات فأنتوا بقي معكم كم ساعة ترجعوا تناموا حتى أقل ما تلحقوا ترجعوا على البيت وتناموا حتى ترجعوا تشتغلوا من الأول وجديد إن شاء الله نحاول نجرب نعيش برى الأرض رح ناخد اتصار جديدون أهلا 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 حبيب خبرني يا حبيب أنت بدك تترك كوكب الأرض ولا لا اي اي حلو ومدك تروح على الزحال على الزحال اي طيب ماشي حبيب اوكي بس أنه ماشي متأكد؟ نعم شكرا إلك صديقي شوفوا حتى حبيب يتفق معي رح نحاول أنه حبيب هيك شي مغامرة نترك كوكب الأرض هو يروح على الزحال أنا مثلا ممكن أطلع على عطارد أو الزهرة ما عندي مشكلة قد ما بعدنا عن الأرض قد ما كان أحسن الصراحة مين لسه من الأصدقاء ممكن يشاركونا فكرو كتير ميح أصدقائي معقول الناس اللي لفوا كل البلدان على كوكب الأرض مثلا أو لفوا كل العالم يزهقوا بيوم يقولوا لك أنه أنا هلأ هذا الصيف ما على بالي سافر على الأرض على بالي يروح على المريخ بتصير رح نوصل لهذا اليوم أنا متأكدة بعد كل هالتطورات كل هالاختراعات كل هالشي اللي عم بيصير بالأرض أو كل هالشي اللي عم يصلوا له البشر بتوقع رح نوصل ليوم تصير مسلا السفرة عنا على المريخ ممكن على العطارد ممكن على زحل المشتري ممكن اتصال جديد ومنقول ألو 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 خالد مصطفى مين خالد خالد أهلا وسهلا خبرني خالد رح تترك كوكب الأرض ولا لا بكل أوكي خالد طب عطيني الجواب بسرعة شكرا لك صديقي ما بعرف إذا خالد ما سمعته إذا رح يترك كوكب الأرض أو لا للأسف انتهى الوقت أصدقائي سؤالنا كان بيقول ما هو الكوكب الذي يتميز بعدد الحلقات حوله وله 18 قمر والجواب كوكب سحل مبروك للي شاركوناك اكتشفت فيلس بكتير كبير من الناس ما عندها استعداد تترك كوكب الأرض إن شاء الله نقدر نكون كتير أصدقاء لهذه الأرض للأسف أصدقائي هون مشوارنا بنتهي معكم لليوم أنا ورينبو أكيد رح نشوفكم إن شاء الله نهار الخميس هلأ السرعة تمقلكون باي باي اشتركوا في القناة